عندي قناعة أن المنتخب الذي يبحث على البطولة عليها لا يضع حسابات أنه أتمنى قابل كذا أو يبحث عن طريق السهل حتى يصل يعني أنا ما أشوف أنها حتى بالنسبة للعيبة ممكن تخلق عند اللاعب نوع من الارتباك لذلك أنا أتمنى المنتخب برات الغد إن شاء الله ندخل حتى ننتصر ونتصدر المجموعة انتصارنا في عدة مكاسب كبيرة جدا منها أنك أنت تعطي رسالة للمنتخبات الأخرى هي اللي يجب أن تهاب المنتخب السعودي اللي يتمنوا مقابلة المنتخب السعودي وليس أن أبحث عن منتخب حتى أصل لأنك في الأخير لابد أن تصدر بهذه الأسماع بالمنتخبات القوية اليوم شاهدنا منتخب كوريا الجنوبية كيف كان أمام منتخب الصين يعني منتخب قوي جدا يعني أتوقع أي أحد بيقابل منتخب كوريا الآن بيطلع لأن منتخب كوريا قوي جدا وبالتالي يجب أن تكون رسالتنا مثل منتخب الكوري يجب أن تكون المنتخبات هي من تهاب المنتخب السعودي وحقيقة أنا شفت البطولة رغم أني أنا أتحسر على البطولة تاسية أتحسر عليها فعلا لأن الاتحاد الآسوي قتل البطولة الآسوي قتلها قتل تماما يعني نحن نتمنى تطوير البطولة وثارتها ويكون فيها قوة إلا أننا شاهدنا أسماء منتخبات حقيقة قتلها تقصد بالزيادة إلى 24 بالزيادة إلى 24 وإضافة منتخبات ما كانت تحلم تصل إلى نهاية تاسية أنا أصبح تلعب بطولة آسيا وبعضها تأهل للدور الثاني يعني أعتقد أنها كافضل ثالث أي كافضل ثالث حقيقة أنها يعني ضر البطولة وضر المستقبل البطولة ولكن ممكن مع قادم الأيام تخرج هذه المنتخبات وتظل النخبة التي نحن دائما تعودين عليهم ويكون فيها مستويات متميزة وفعلا يكون فيها تنافس وتطوير للمنتخبات لذلك مباراة الغد بالنسبة لسعودية أتمنى أن ندخلها إن شاء الله ونظرنا وطموحنا على الثلاث نقاط ولا يهم أن نقابل أتمنى اللعبة ما يسألون من المنتخب الذي نقابله في المباراة القادمة لأن إن شاء الله المنتخب الذي نشوفه والروح العالية والانسجام والدعم الكبير الذي يحصله والثيقة الكبيرة أتمنى إن شاء الله أن نستثمرها في هذه البطولة وأن يكون طموحنا أكبر من أن نفكر من سنقابل بقدر ما نطمح إن شاء الله كيف نقدر نحقق هذه البطولة بمستوى على الجميع يشيد فيه عبدالعزيز يعني انحصرت الخيارات من المنتخب السعودي في دور الستعاش إما أوزباكستان أو اليوم